طيب تسرحات محمود فتح الله بعد الفوز النهارد على المصري قال ايه سعيد بالفوز الذي حققناه اليوم على المصري بسلسة اهداف مقابل هدفين وجهنا فريقا محترما قدم مباريات قوية وبرمز يرغب في ان يسير بخطة سابتة دائما وان يكون في القمة بشكل كامل من البداية الجهاز الفني تحدث مع اللعبين على ضرورة عدم تكرار سيناريو المواسم السابقة وخسارة نقاط من مباريات في المتناول وبالتالي الفريق يلعب كل اللقاءات بهدف واحد وهو الفوز سواء محليا وقريا وواجهة تحايل اللعبين عن الروح العالية والانتصارات المهمة في ظل الغيابات وهدفنا واضح هذا الموسم هو تتويق بالظبط يمكن انا بعد المباراة اتكلمت مع احد الاصدقاء في بيراميدز واتكلمنا قال يعني بقوله مبروك المباراة قال يعني النهاردة كان فيه غيابات كبيرة اهم عندهم غيابات وحاجة كمان اللي هو بتكلم عليها فاتح الله اللي هو بيقول انه بالتالي بيلعب كل اللقاءات بهدف واحد هو الفوز سواء محليا وقريا هي دي فعلا الفلسفة او الهدف المهم جدا بنسبة لكل القائمين في بيراميدز او سواء من ادارة او لعبين او جهاز فني او بورد كامل هما الناس عايزين السندي ينفسه سواء محليا او في دور الابطال وده فعلا على ارض الوقع باين وهم بيستعدونه بشكل مميز جدا المصري برضو هروح كمان عشان لقفل الملف بقى من بارات الزمالك وامبي والمصري وطبعا بيراميدز المصري بيوقف مروان حمدي ويقصد منه مليون جنيه اعلن الناد المصري خاص مليون جنيه من مستحقات لعب فريقه مروان حمدي بجانب اقافه لحين التحقيق معه واشار الناد المصري عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة الى ان القرار يأتي بعدما بدر من اللاعب خلال مباراتهم امام بيراميدز وظهر مروان حمدي غاضبا خلال استبداله بديئة 75 من عمر مباراتهم امام بيراميدز واثناء استبداله بسق مروان حمدي تجاه جمهير المصري ما فصلته الجميل بانه يوجه اليهم هذه البسقة وهتف الجميل المصري بقوة ضد مروان حمدي واحنا قلنا كابتن علي ماهر خلاص رجل راح واعتذر لهم ومجلس الادارة اخد قرار وده حجم الحاجات الموازة جدا اللي ما بتلاقي رئيس نادي مميز رئيس نادي واعي وفاهم بريح